أكملت مهامي هنا وسأغادر بمشاعر السعادة والحزن السعادة في أداء وجبي والحزن لأنني سأفتقد لهذا البلد الجميل وشعبه الشعب الجزائري هو أصدق الناس عرفته لقد تحادثت مع السيد الرئيس وأعربت له طموح بلدي لتعزيز التعاون بين بلدين عندما أعود إلى باكستان سأستمر في العمل بكل تفاني من أجل تعزيز العلاقة الباكستانية الجزائرية هذه السنة سنة 2023 تصادف الذكرى الخامسة والستين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية التي شهدت العديد من الأنشطة نأمل أن يزداد التعاون بين البلدين وأتوقع مستقبل مشرقا للعلاقات الدبلوماسية الباكستانية الجزائرية أود أن أشكر الشعب الجزائري على لطفهم معي أثناء إقامتي وأتمنى كذلك أن تحقق الحكومة الجزائرية أهداف الجزائر الجديدة بقيادة سيد الرئيس تابون سيد الرئيس تابون